أرحب بضيفي على الهاتف الدكتور أحمد خزيم المستشار الاقتصادي ونتناقش سويا في الموضوع اللي كنا حابين نتكلم فيه النهاردة وهو موضوع وثيقة التنمية اللي أعلنت عنها الحكومة المصرية دكتور أحمد خزيم أهلا بك معنا في إيه الحكاية أهلا بك يا دكتور دكتور أحمد يعني سمعنا أن عندنا وثيقة وثيقة توجهات استراتيجية وثيقة تنمية جديدة أعلنت عنها الحكومة المصرية أو أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنها نتاج ستة أشهر ربعمائة خبير اقتصادي شاركوا فيها عشان يطلعوا عمل هائل يعني تستفيد بمصر في السنوات القادمة الحقيقة يعني أنا مش خبيرة اقتصاد لكن بصيت كده على الوثيقة لقيتها كلام كلام يرقى إلى أحلام من غير ما يتقال إزاي هنوصل للأرقام اللي هم وعدوا بيها إيه اللي هتقوم بيه مصر وهتغير فيه سياستها المالية وسياستها النقدية عشان توصل للأرقام اللي هي كتبتها والحقيقة عندي سؤال آخر شخصي حضرتك كنت من ضمن الربعمائة خبير طب هي ليه 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 ما بيعني ما بيستعينوش فعلا بالرأي المخالف لهم أنا هعمل ايه وأنا بجيب نفس الخبراء في كل مرة بسمع نفس الكلام والحقيقة عندنا أكتر من وثيقة فشلت ده أستاذ الدراعي عشان ذاكرة السمك نفس الربعمائة خبير نفس الموجودين على كل الشاشات 3 نوفمبر 2016 كل دول خرجوا وقالوا احنا بناخد البرنامج المكثف المضغوط الدول مر من تهدوء النقد على ثلاث سنين عشان نحل كل مشاكل الاستفاد المصري عشان بسك ده هيوصلك للوسيطة علشان نبقى نتحدر وننضغط الميزان والعجزة للإنفاق وتشاءه واحد للدولار في السوق كل الكلام ده قيل وذاكرة الإنفاق موجودة وأنا ممكن أقول بالأسماء السؤال الآن هذه الوسيطة اللي هي 145 صفر الزي ما بيقول إنهم بقالهم 6 شكور على عيني إيه هي الدراسة التفصلية اتكب زي ما انت عايز انت قلت قبل كده كلام في أول مرة ولم أولا عندك قد اقتصادية عندك لجاني استماع عندك المجتمع تقدر تتناقش فيه عندك المفروض ده اقتصاد مفيش حاجة اسمها رأي مخالص لأنه بي اقتصاد حمال وجهات مظهر لأنه علم تأديم لما تبغى نفس المجموعة عومت وخادت البرنامج اللي كان عشان أقولك في الأرقام تلوقتي اللي كان بادئ في 30 سنين في 30 مليار دولار لأنه كانت الفجوة المالية في سوقتها 21 مليار دولار كانت الـ 12 من سندوق ابناء وخادت الخمسة من باك التنمية وخادت الأربعة سندات 21 وقال لك هاتل استثمارات مباشرة 9 مليار عن كل سنة 3 مليار عشان دول هم اللي هيقدروا يجيبوا العائد بتاع عند الاستحقاط 23 و24 و25 ليه هذي الكلام ليه نفس المجموعة اللي بتكتب وبيتقول إن احنا رحنا وقشرنا واستشارنا ومحاجش يعني الكلام اللي كان ده راح اتجابت التسع مليار قروض تفضل تلك هي نفس المجموعة اللي احنا أغلقنا لما جبنا الماجل ساكن هو نفس رئيس الوزن اللي فينا عالي المصروف كل الكلام ده قدام الشعب المصري وكله نفسي النهارة انت تعمل وصيقة مية 45 ساكن عايز تصل بالصدرات بتاعتك وعايز تصل بالصناعة بتاعتك تمام من 39 لبيع 45 ازاي يا معالي رئيس الوزراء يا معالي وزير المالية ونحن نمر بأزمة عدم الزبات في ساكن ولسا بنفكر لما نفك الألمة ندخل محاصة ال40 ولا ال45 وأنا بقالي 9 شهور لثبت رقم في البنك المركز اللي عليه لعرضه ولا طلب يعني عشان أصل لمرحلة التوازم ربنا هيأثر مع توفر مجموعة من 100 من الدولارات اللي انت عملت عليها الصندوق وعملت الأطفحات ونزلت 38 شركة وعند أقامت 40 شركة بعد أن وصلت لـ 73 شركة عشان تصل لرقم العشرة مليار اللي نقدر نعوم به محاصة 38 95 لـ 35 عشان ما احصلش الدائرة الجوانانية تمام اللي نقدر فيها فأصبحت في خلال الفصلة دي جوى السوق المصري خمس أسعار للدولار في العربية السعر وفي الضعر وفي الثلع سعر دي ناحية اتنين المعارضة بتنزل لوثيقة داخلها ما هو من تصورك اللي انت اختبار اللي هي التوريق والتوريق هي أدامة بي أدامة لي النهارضة انت إذا كنت كاملك إنك انت عندك بالأدامة لها بتاعت التوريق اللي هي بتلزمك من يكون الأصل ملكي للحكومة طيب أنا رايح أجيب دولارات أنا عندي مصادل من الدولارات السياحة بصرف النظر عن مشاكل السياحة لأن أنا آخر سنة عندي 435 ألف سياح كانوا محملين على إسرائيل يعني مصر محملة كجزء من الجروب السياحة فإدارة سياحية للأسف فشلة تمام أدي واحد اتنين انت زي بتتكلم على رفع قادرات أو رفع الانتاج السلعي وانت عندك مشاكل في المواني وعندك حاصل لاعتمادات المستردية وبالما تستعيد عفقتك إزاي انت 6-2 هترفعها 100 أو أكثر كلها تحولات المصرين وهي اللي احنا مسكنها دلوقتي قلنا السنة اللي فاتت مع حضرتك انه فرق الأفعار ما بين البنج المركزي والسوق هياكل من رفيع تحولات 32-22 يعني نزل يصال عن فهم يحطها خمسة 40 أو كلام يعني حتى علميا غلط طيب نيجي للبنج التام عندي تحولات المطلوب في الكارب السياح بالنسبة للسلع في حاجات بتاع الشركات تمام اذا ماس بقي عندي غير دخل قلات السويق عشان هو الاصل اللي تملك الحكومة اذا 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 كان انا النهاردة بستخدم التوريق اللي هو في الاساس عبارة عن اذا بتوفر لمبلغ حاليا بضمان الارادات القادمة جميل جدا طب اذا كنت انت واسق من الارادات القادمة تمام اللي عادوها عطلو حسين للتوريق بفايدة فوق 18-13 في الميج طيب فوائد جدا طب انا من النهاردة نفس المنطق ده ما انا اروح بالدراسة دي النادي باريس وبدل ما انا احمل مصر لان لو التوريق عندي حصل فيه عشان هنريد نقول اصل اوكرانيا صلة ايه اصل مش عارف المانيا ضربت اصل تريوان ضربت اصل اصل جي كورولا اصل جي مش عارف مين الشهر العدي كلها طرح مضيع قناة الشروس بعشرين في المية لان هنا الاصل هنا في التوريق لازم يكون ايميكا طب اذا كنت انت عند ثقة في هذه الارقام اللي انت هتعمل عليها التوريق زي ما قال بعض الخبرة ومش وراه فانت النهاردة عارف خطورة انه لا قدر الله في منطقة مستقربة المهاردة بتتكلم على باب الانت لسه مش عارفين المثالة تصل لغايتين المهاردة عندي بشاكل في المنطقة كلها احنا بنستلم في مرحلة قد تتحول ليخلي باية فاضيع فيها مرفق مهمة بل انت اختبار بتنزيل فايتماش خذ نفس الدراسة المطمئنة فيها انت ليه؟ مداخلة والكاشفلو بتاعك وروح اتفضل ولا حل ولا حل اقلا اللي بقولي الكلام ده الا اذا تم العاجز بادولة الجيوم معناه لبريك طولا واحدا غير كده بندور في دايرة مفرقة عملنا البرنامج ورجعنا بعد اه 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 معاصينا احنا بنتكلم لك بنلف في عملية اهضار ايه طبيعي لقيمة الجنين المصر هادي واحد في بدايل هقولي بلاك في بدايل ايه هم اذا من النهاردة انت عارف مداخلك من الدولار لا 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 سياحة تملكها ولا تحولات المصرين تملكها لان اذا كفرحصا عائلي ولا او شركات ما بش عند اغير القناة وده شعص التوريك ان يبقى على اصل تملكه الحكومة يبقى انت مستهد في القناة نمرت واحد المسألة بقى المهاردة من 2016 احنا النهاردة الفين اربعة وعشرين هي نفس الادارة الحكومية اللي قاعدة دي الاقتصادية ما هي النجاحات اللي حققتها تمام عشان تيجي النهاردة ترفع كل الارقاب دي كده مجنحة في القياة ما يديني حالة من النجاحات انت ما خلتش مكان لا البندا ولا الساموري لا الدين الخارجي وقفت عنده ولا الدين الداخلي ديني جنيه المصري وقفت عنده انا داخل موازل ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين بتمنمية اربعة وعشرين مليار جنيه عدد لسه حازك قيلة على اذن الكزانة هي مدخلات المصريين والازمة اللي كنت النهاردة بتتكلمي على اتعر البنك المركزي في الاقراض فاعتاشر في المية ولا عشرين في المية وبالتنزل الشهادة من ثمنتاشر لخمتة وعشرين لتبعة وعشرين في كل معاد اجل السباد طب الفرق ده بتجيبينين اذا المسألة اللي احنا بالقلع ولا زال لغاية النهاردة سبعين في المية من احضار قيمة الجنيه المصري نتيجة عن طباعة الجنيه المصري وعشرين في المية عزمات خارجية هذه نمرت اتنين نمرت ثلاثة لانت قادر النهاردة داخل على اتنين واربعين مليار جنيه في هذه السنة وعندك مشكلة طب انا النهاردة هبيع ببيع شركات وحاقترب بطوريخ عشان اعمل ايه عشان اتقدس ايه طب الكلام ده عشان ما نبقاش بنقول كلام ومجرد بنقول كلام السيد وزيبين قال لك احنا سددنا في اخر عامين ماليين اتنين وخمتين مليار دولار من الديون يعني الرقم بتاع الديون اللي هو مية حاجة وتستين نزل بالاتنين وخمتين ولا زي ما هو انت بتاخد قرد بتتدي قرد مع الوضع في اعتبار عشان استاد المشاهدين ان انت ان هذا تصنيفك بيقل فلو كنت بتاخد خائدة 2% فكل ما تصنيفك خائدة 3% في 4% فانت بتزقل قدام للاديان القادمة ده باعتبار اني مفيش لا قدر الله مشاكل الست سنين اللي هو بيتكلم فيهم ممكن تطلع في منطقة احدى فيها يعني فيها مشاكل فإذا انت عامل وصيطة المفروض العلمية انت اقول لي هتزاود ازاي في كل اللي انت عاست زوجة جميل بس قول لي بقى فترسل جهد وفتاعتك وانه ده المساكل من اللي فاهمين انما السادة الافاضل اللي بيطبعه يتكلم وهم نفس اللي قاله الكلام ده وهم يعلم وهم كان يقوله الكلام ده ليه هم عارفين ومش يش عارفين هادي الخبر اللي بتت انت ايلادي لغة فاعجيدي مورجان اللي هو معن استبعاد اه الاتنادات المؤشرات السادة الحكومية بلا سوء الناس اعتبارها من واحد ثلاثين من الناس يعني اصبع بيئة ليس عليها فاك واه ابنها بمسبق ده مم يجيدي مورجان ترجل فنصار يعني انت فنصار فبالتالة كان لي عنده حاجة لا مش هتكتبه ولا عليها اخدام معناها ان اكتركت بقى المعشرات نيجي بقى ان هو بقول انا بستهد تمام 300 مليار دولار انا عايز اسأل الحكومة كلها من 6 اثنين من نوفمبر 2016 لغاية النهارة عملنا كم تعوينة ووصلنا بحاجة ولما جاء اعمل سنة 9 عشان برضو ارقام التضخم بعمل ارقام التضخم عن سنة فاشت ولا بتثبت سنة 9 لو تثبت من سنة 2016 او من 2017 يرجعوا الارقام ويشوفوا التضخم يبقى كانت المية ويقدى الى كتاء الاسعار والرقود يجي النهاردة انت ببس الحكومة دي عملت الواسيطة بتاعة استغلال واستثمار الاصول تمام التضخم اللي عملوه قالوا بنستهدف 40 مليار دولار 10 مليار كل سنة واول صرح لم يتجاوز الاثنين مليار مليار ستمائة خمسين والدائي مصر اذا اقت زي اقدر النهاردة ارهن مرتبط مرتبط وفدانيا واساسيا تمام في مع مجموعة كل اللي قالته قبل كده سواء في التعويم الأخير البرنامج الأخير اللي في يناير مظينه من سنة اللي هما لسه فيه مراجعات وهم في الزنات عشان المراجعة الثالثة على امل ان يرفعوا من ثلاثة لستة وهيترفع من ثلاثة لستة لأحداث المقصقة وليس من اقتصاد طبعا وبالتالي اديني حاجة نجحت وما انا اقدر ارمي معا الشرط الضمان للقادم لكن انا باقفز دلوقتي من داع مجرد ديون ممكن نجدولها ممكن اه 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 اذا عملتها مع صندوق النقج او مع البنجة او مع سلموري او والسيد وزير المالية بكل بربطاتها دي كده على برنان الثلاثة قالت هتعمل ايها اللي هتلت تاني انا مش فاهم هل الحكومة دي كلها بالثلاثين وزير في دولة ديها زراعة وصناعة والسياحة وخدمة وبحري ما بتمتدش حاجة وكل دي عبارة عن وفروضة عن ملحة من الاجيال وبعرض فيها المجتمع الى تقزيم طبق القصة وبارفع الاسعار فوق طاقة المجتمع رايح دي الغاية الاقتصادي عموما اللي عايز اقولها الاقتصادي هو يقدر تثبت القاعدة الصبق القصة يعني توسع لكن انها عمالة تبيق وحد يقول لي ان فيه مغشيرات واستطرعات طبعا في كيرا دي ها دي نمر الثلاثة طب نيجي نقول فيه بدائل ولا ما فيش بدائل لاني انا النهاردة النهاردة لما انت عايز تستخدم هي هي الاجراءات اللي خدتها الحكومة على مستوى الصناع للقطاع الخاص على مستوى السيح عشان ترفع قيمة السيح قلت قبل كده فيه مبادرة هذه المبادرة وبعلنها للمرة المليون لو انا النهاردة عملت يا فيدي اعمل مبادرة بخمسين في المية من التكلفة من اول الليموزين مصر للطيران الغرف الفندقية شيل من عليه كل رسوم لمدة سنة شيل من عليه كل اصدراب لمدة سنة اعتبر نفسك بتعور الخزينة العامة واعمل مبادرة بخمسمائة درار الليلة لعشرة في المية من سياحة السفين بس وعدينه دخلنا البريك سفين طلعها مية وستكتين مليون ساعة عشرة في المية يعني سستاشر مليار مليون ساعة بخمسمائة مش اقول الف دولار في الليلة بخمسمائة هاها تمانية مليار وبعد كده اعتبر اللي انا عورت بالخزينة هي الفايدة اللي هتفعها ده اللي بتكلم على الليلة واحدة في سستاشر مليار في السنة وبالتالي ده بديل انا النهاردة لو انا عايز النهاردة عندي خطوط ملاحية بتعدي في القناة بتعدي زي ميرسك وغير تعالى للخطوط دي وديها 25% عن السعر بتاعك في مقابل انها تحصلك رفعا بالدولار يعني زي كده بتدفع دون بيني وكل العالم عارف ان احنا مش كده احنا بخمل بك السؤال الاخطر بتتكلمني على رفع الصناعة وانت عمال بالديئة في مطانع بتتكلمني على رفع الانتاج وانا مستلزمات الانتاج عندي مش عارف اطلعها من الجنارك ما هو لازم نتكلم بقى كلام دي بلد دي مصر ولازم بخايفين على مصر ودينا بنتكلم اخر فيه يقول لك احنا اتمعنا بربعومية اقتصاد بالصعوبية اقتصادية على عيني ياسيني هي نفس النوعيات اللي انت تتخدم فيها بتقولي الكلام اللي انت عاست سمعه مش بتقولي الكلام العلم اللي نقعد نتناقش فيه فانا النهاردة بقول دون الزهار يعني عزان بعمل كده ايه لا اعدت الجدولة اعمل دراسة قولنا غير كده اعمل خطة ثانوية قولنا اعملوا بنك للارض بنك للارض لو خدت الصحرة الشرقية وعملت بنك للارض بنك للارض بنك للارض يعني عشان استاد المشاهدين هطلع المساحة المدنية والمساحة العسكر اعتام المساحة للصحرة الشرقية كلها تاخدها من عند النيل كده لغاية البحر منطقة استصلاح زراعي منطقة صناعية منطقة محاجة منطقة ساحية ليه عند غرداء قدام البنسوفها اعمل غرداء قدام المين يعمل غرداء استقصد بيها واتدخلات المصريين وخلي الارقام زهيدة علشان تخلي تدور عجر زنسان تعالى منطقة الاستصلاح اديروا الارض خذ بتمن الارض منه ملوخية فمية بصل وفي الاخر دود الانتاج ودور سوء التمام اذا كنت يناول لكن النهاردة الندرسة الايراضية بوصلنا لان الفلوس الفلوسة اه قدامنا اه خذنا كمية فلوس مش عارفين نتقددها وفي الاخر اي مقرد اي واحد بيقترض بيقترض علشان يطلع الفوائد ويكتب كمان من وراه انا اقترض لانا عارفة سجد فرودي ولا انا ده بكلمش والعجزة عندي بيزي اذا هذه المسألة لايجب ان تكون بهذا المستوى انه تمام ثم السؤال بقى لها من اين تتولد في اي دولة الاراضات بتاعتها بالدولار اما من صناعة وانا بسم الله ما شاء الله ثالث دولة في السرعة المحجرية انا عندي كتير جدا من الحاجات اللي ممكن زي رمل السيليكون ورمل الاسود وزي الرخام وزي كل ده ما تضع فيه فين القطاع الخاص اللي النهاردة بيحصل له حالة من انقراض والشركات بكمش مرة ما هي المحفزات اللي قدمتها يقوم عشان يرفع بيها استاذ رئيس الوزراء في هذه الوصيحة ال 145 صفحة اللي نقشها طب ايش ما نقشتهاش ليه مع لجنة الاقتصادية ما عملتش لجنة استماع داخل النجل شكوة انا بتكلمه حال وكلام وخلاص هات نحطني كده واحطي لك تفاصيل انك انت عشان تصل للاك انت تصل للاك اذا المسألة يعني النهاردة انا بتكلم بحدة لان انا رجل سويسي وانا بالنسبة للخنادي مسألة مش بقى خصة حمر ولا خصة جرق خطوط دي خطوط حمر يعني يعني اديني نجاح قدمته في 6 سنين عشان ادخل معاك نجاح يعني انت في 6 سنين وصلتني بمستوى من الديون الداخلية والخارجية تجاوزت العرف الاقتصادي لأي حد بيتكلم في الاقتصاد انت المفروض عندك 60% حجم الاقراض من الناتج القوم المحاجم بتاع احنا تجاوزنا 100% ولسه بنسمع كلام ولسه حد بيسكي علينا يقول لنا انا عامل وصيطة وصيطة اللي انت اعمل نمر 3 و 4 و 5 و 6 ان النهاردة لا يجب ابدا ان كلنا نقف متفارجين في امر قد يعرضنا لابعد انه انت مش شرط يبقى عندي الاحتلال بالجيش ولا الاحتلال اذا انا ممكن يبقى الاحتلال الاقتصادي اكثر انا المعرضة داخل بريكس دخلت البريكس من اول يناير داخل البريكس والبريكس قاعدته الرئيسية مستهدفة افريقيا وانا محطة رئيسية في افريقيا كل هذه المصانع اللي مستهدفة من بعض الدول الخليجية في بعض القطاعات الاسمدة وزي الادوية لان هذه الركيزة الرئيسية اللي تستطيع انها تنقل مصر مع البريكس انها تستطيع افريقيا في شراكات مع الصين ومع الهند ومع روسيا ومع البرازين اشبعنا هذه النوع نوعية من الصناعات بيستهدفها الاخ المستثمر الخليج اللي بيقولك بيوم مقابل الاصول لان انت هتشون فرق الاسعار زي ما حصل في الاسمان وبالتالي انا النهاردة همشي على رجيت السندوق النهج الدولي ده انا ما عندي جهة رجيتة مقابلة ولا همشي على العلاقة مع البركس وفي اللي هي بتقوم على عملية التبادل التجريعي وبترفع التجارة البيانية في افريقيا من 7-9% إلى 52% وعندي زي الكوميسا وزي بقية الـ 54 دولة انا عندي اقدم بنوك افريقيا عندي اقدم شركات من اولاد في افريقيا عندي اقدم شركات التعليم في افريقيا افريقيا تنمو عمالتي مع افريقيا انا اللي النهاردة كل اقتاب العلب بتجري عليه فانا محطة رئيسي يبقى عندي كمان باستصاد الخدمي مش باقى جيد منه حال عندي اهم مين على البحر العمر بورط وفي وكل الناس هنا على افريقيا فرنسا والانقلابات وامريكا واسرائيل وتركيا وانا ولا هنا انا انا عندي القاعدة الصناعية انا عندي الاربع دواير الدائرة العربية والدائرة الافريقية والدائرة الاورو متواصفية والدائرة الاسلامية والبريكس سوق والتالي بتتكلم في مليار وتلتمية مليون مصر افريقيا انا محطة رئيسية فيها ادخل المحطة بي ايه وانا بريح شركاتي دلوقت بمين اللي هو مستاد اتخذ معايا البريكس على كان مستاد من خلال انا عندي وقعة واحدة يا استاذ داعو سمعين يعني انا لما اتكلم على قرض يعني بتتكلم فيه السيد وزير التووين مع الشركة الاماراتية في الامر 500 مليون دولار 100 مليون دولار في ارض موجودة على ارض مصر وبمية مصر وبهو مصر ومزارع مصر تدارة المال هي الوحيدة اللي اماراتية وبعمل مع اخر طب انا ما نجحتش اعمل زي الشركة دي عشر شركات واسط ضل ليه حين تقفي عند النقطة دي وتعرفي ان احنا يعني عندنا المسألة واضحة فين وفين المشاكل ادي نموذك غير قابل للنقاش الشركة عندك هنا بهواك وبمهيتك وبعملتك وبكل حاجة وانت بتقترض منها من ليه فشلت الحكومة انها تعمل زي الشركة دي عشر شركات وبدل مقارد منها اقر الاخرين والتصدر برا اللي هي سلكة الامر اذا المسألة مش وصيحة المسألة مش انك انت تقول لأ ارقام وبعدين ترجح تقول لأ لولا الكورونا كنا بينا مش عارف ايه لولا اوكترانية ولولا غنزة وفي اتوى النقاش في دولة لا يجب ان يكون هذا الهاتف اذا كنا خايفين على البلد دي ولا واحد من اللي حير على البلد دي ولا بقاتل نفسي لأي حاجة غير من انا اللي بقدر اقوله انا اتناقش هنا مع اي حاجة دي الان في تركبات لكن اننا ادخل النهاردة مرصق مهم فانت الفايد النهار 12 يقول لعشرة مليار طب انت عشان لعشرة مليار انا بقول لحضرتك لو عندك ناس بتدخل السياحة تتخطيع انك تجيب الرقم ده من السياحة على حال حالية وبالتالي يا استاذ دعاء الامر جد خطير ولا يجب ان كل واحد يسمع بيتكلم على يعني 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 هقول ايه يعني مش عايز اجيب اسماء لان الاخر هم اللي قالوا نفس السلام ده وبعد الثلاثين حنانتقل بعد الثلاثين دخلنا على خمس تعوينات ولن يكون تعوين الفرق الفطفة دي خلت الثلاثين خمسة وثلاثين اللي بقى لها تسع شهور في البنك لانا انا قلت بيها من بدر انت النهاردة عشان تنقل انت النهاردة السوق برا تبعت في حاجة وخمسين فكنا نقوم محطة الخمسة تباتين عز ستة سبعة ثمانية مليار ونازم نتحرك المهاردة بيتي انت عايز فوق الالت مليار عشان تنتقل من الثلاثين خمسة ستعين ترش لغاية الاربعين جنيه وبالتالي النهاردة السبق الوسطى يحتل على كل المشاكل اللي هتخرج من ادنان ومن عنوسة ومن فريقات ومن امراض غير انا ما عنديش النهاردة بأول الموازنة الداخلية بتاعة الدولة باقراض اسبوع ومن نفس هتل هم بتعمل ايه سماعة وزراعة 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 وبيعملوا ايه وبالتالي هذا الامر يعني للأسف الشديد مجلس النواب عندي مجلس الشراء عندي يتفضل يعني اللي كان استماع يسمع لكن هوا العلاقات العامة في الوزارات عارفة سين وصاد وعين ونون وكل واحد من دول حسابات فبيقول اللي عايزين يسمعوه الا مراح مراح ومعظمهم كانوا معه في الاتجاه وقلنا الكلام ده واليوتيوب شاهد من 11 سنة وإحنا بنقول يا جماعة الدار يا جماعة التعوين ما ينفعش معانا يا جماعة الصناعة يا جماعة الدم محفزات يا جماعة الصناعات الصغيرة والمتوسط المتوسط يا جماعة الاراضي مش للتجارة الاراضي الهمة للزراعة ياهمة للتصمية كنت جاء الناسر هنقول ايه تاني طب معلش يا دكتور يعني حضرتك قلت جملة دلوقتي أنا عايز اقف عندها وهي ان احنا قلنا ان التعوين ما ينفعش معانا طب هل الكلام اللي حضرتك قلتو من عشر سنين ان التعويم لا يصلح مع مصر او تحديدا في 2016 لما حصل التعويم لسه حضرتك شايف انه هو المفروض ما يتمش دلوقتي في وقت اصبح لدينا اكثر من سعر للدولار والسلع والخدمات كلها اصعارها بقت متفوتة جدا وفوق قدرة المواطن اتصاد مع عمره ما يتم من منقصته بهذه الطريقة لانه انت في الآخر لما تيجي تعملي مجموعة من الاخصاء النهاردة طبعا لازم يتم تحريك الثال لكن عشان يتم تحريك السؤال من النهاردة وانا الالقام اللي انا عايزة النهاردة من القروض من الرهن من التوريث ليه عشان انام بها ولا عشان اثدد بها دي القديم عشان اثدد بها دي القديم يعني انا بعدم اي قص النهاردة طب اما اجا اقول ان ارض انا رايح اعمل تحريك للاصحاف لازم على التوازيب عندي خطة موجودة ان انا ابدأ ان ارض اشغل الملكات اللي عندي لما بقول لحضرات الكاملة بنك للارض عشان لا روح لمحافظة ولا روح لازراعة ولا روح للسياحة تستين جهة بتملك الارض انا ااخد من بني سوريز خريطة كده لغاية البحر لحن اقابلني في السكة في اصلاح اراضي اعمل بنكة وبنك الارض سبع الوزارة الملكة انا عايز اتنين فقدار في منطقة اصلاح الزراعي هروح اعلم على مع البنك واقصص اقصص مع بنك الدولة تمام ثلاثة في المئة من مساحة مصر الفضل تقتدين الدين الداخلي يا جماعة الدين الداخلي قطورة لا تقل عن الدين الخارجي الدين الداخلي ده بيخل النهاردة كل الرسوم بترتفع على الناس صحة وتعليم وغيره في ظل داخل الناس زياء يعني الدين الداخلي دي مدخرات المصرية اذا فشل انه يعني قولوا لي ايه النشاط اللي في مصر بيحقق 27% عشان البنك يدي يعني هو بيقول للناس بيقوا اقفلوا وتعالوا حط فلوش فنيجي حطناها 18 ايه ما عادة خلناها 25 عشان ما تفرق طب المرات السبع وعشان هيفرق على الاقل ربعهم هروح قدها هيولع قدها وبالتالي في خصة لازم تتحطي يا أستاذ دعاء ان الحكومة بتعمل ايه تعالى النهاردة لو انت عملت اللي انا بقولها عن ايه ده تمام بالتقصيص لانا بقول لك خليه خليه يشتغل زي الكبوزات اسرائيل الكبوز بيجوا بيشتغلوا فيه جميعات انتجية انما النهاردة اللي لا مش هعمل تعمل لا هعمل طبعا تحريك اسعار بس هعمل تحريك اسعار وانا عندي خطة قطيئة سنوية اقدر تنشط لي اصناعات السعالة قال اكلم استوى الاسعار في الغاء لو طرق البصل الى ثلاثين ولو قدرت اصدر منه اصدر من ذات الانتاج ليه عند الارض انا هيقول لجيب بايا لين بالتنقيف هيقول لانه الارضة هعمل الدنيا الاساسية فين هقول له يوم ما هتعمل المجتمعات دي المصري بيحب الارض الفلوس اللي انت بتجري وراها من المصريين في الخارج هيجي يعملوها زي ما عملوا الغرداء هيبقى عندك عشرة غرداء قدام بانستوى الغرداء قدام بقول لي دي موارد جاية وبعدين هيبقى في مجتمعات بقى فيها بقى الكافي والحلاء والقهوة والبقال وسعر الارض يقل وكذا التنمية كده التنمية فكر القيمة المضافة انك بطبيت لو كل اهتمينا بالمنطقة اللوجستية بتاعت مدخل القناة 46 ألف الفدان اللي هي المحاور تمام كان النهاردة لو احنا حصلنا الارقام دي فيه المنطقة اللوجستية في مدخل القناة وفواد التوكلونيجيا ده احنا عندنا رامل سيليكون في أفوزنيما افضل من اللي في امريكا وبالتالي احنا بنبيع 50 دولار السن وهو محتاج مجموعة هيعمل شراطة النهاردة الموالد اللي احنا النهاردة بنأخذرها ما دي النهاردة ميزة في الفطرة اللي جاي اذا المسألة مش حاجزنا وما حاجزش بياخد نقاط الحلول كتيرة وموجودة لكن للأسف الحكومة هي اللي قفل دماغها وبتستمع فقط للي موافقنها في الرأي يعني نمقدرة جدا انفعال حضرتك يا دكتور أحمد وصلت الفكرة تماما حضرتك شرحت يعني الحياة التساؤلات الكتيرة اللي كلنا عملين بنسألها ايه اللي هيختلف في الوثيقة دي عن الوثيقة اللي سبقتها ازاي ما شرحوش ازاي ممكن تحقيق الهدف او المستهدف من البنود الكتيرة اللي ذكرتها بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أحمد خزيم المستشار الاقتصادي على المعلومات الكتيرة اللي وضحها اشتركوا في القناة